شدد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي على ضرورة اتخاذ كافة الأطراف بالإقليم لخطوات تسهم في منع التصعيد بالمنطقة وتحقيق التهدئة وخلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية إيران عباس عرقجي شدد عبد العاطي على ضرورة الحذر من استدراج المنطقة إلى حرب إقليمية لن تحقق مصلحة أي من الأطراف وتؤدي إلى تداعيات خطيرة على شعوب المنطقة كما جدد عبد العاطي إدانة مصر لكافة الإجراءات الأحادية والاستفزازية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وتؤدي إلى تأجيج الوضع بها بما ينظر بعواقب وخيمة على المنطقة واستقرار شعوبها كذلك أكد عبد العاطي موقف مصر المطالب بالضرورة تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية وانتخاب رئيس توافقي للبلاد دون تدخلات خارجية ترجمة نانسي قنقر